وها بمناسبة ذكرى الثالثة والسبعين لتأسيس جمهورية الصين الشعبية أقامت السفارة الصينية في الرياض والقنصرية الصينية في جدة حفل استقبال ومراسم رفع العالم للاحتفال بالعيد الوطني الصيني التفاصيل في التقرير التالي أقامت القنصرية العامة الصينية في جدة بالمملكة العربية السعودية يوم الخميس حفل استقبال افتراضيا بمناسبة الذكرى الثالثة والسبعين لتأسيس جمهورية الصين الشعبية وحضره قرابة المائة شخص من أوساط مختلفة حيث أشار القنصر الصيني العام لدى جدة تامبانغ لين إلى أنه في ظل التوجه الاستراتيجي لقيادة الصين والسعودية تم توسيع وتعميق الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين بشكل مستمر كما تم تعزيز الثقة السياسية المتبادلة بين الجانبين وتقويتها باستمرار ومع الترابط العميق بين مبادرة الحزام والطريق ورؤية 2030 سيستمر توسع وتعميق التعاون بين البلدين في مختلف المجالات بما يعود بالنفع على الشعبين كما أقامت السفارة الصينية في الرياضة يوم الأحد الماضي مراسم رفع العالم بمناسبة العيد الوطني الصيني وحضر المراسم جميع موظفي السفارة وممثلية الشركات الصينية في المملكة وقال السفير الصيني لدى السعودية تشان ويتين إنه بمناسبة المؤتمر الوطني العشرين القادم للحزب الشيوعي الصيني من المهم عقد مراسم رفع العالم لاستقبال نجاح هذا المؤتمر والمساهمة في تحقيق النهضة العظيمة للأمة الصينية ترجمة نانسي قنقر